ومسؤول وزارة المالية في كلمتهم الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة 13 لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الانتاجي والتنمية إلى أن الحكومة تنفذت على مدى السنوات القليل الماضية برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي حقق نتائجا إيجابية ومشجعة حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدامي والشامل بقيادة القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية مضحا أن العام المالي 2018-2019 شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة وأعلى معدل نمو بمصر منذ عشر سنوات بنسبة 5.6% على صعيد آخر أعلن البنك المركزي المصري الاثنين بيع عطاء لأذون خزانة بالعملة الأمريكية بقيمة بلغت مليارا وخمسمائة وستين مليون دولار لأجل ثلاثمائة واربعة وستين يوما وذلك لسداد عطاء أذون آخر مستحق بقيمة مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين دولار يوم العشرين من نوفمبر الحالي والمزيد ينضم إلينا من إسطنبول إبراهيم الطاهر الباحث والاقتصادي أهلا بك معنا سيد إبراهيم إذن مسؤولون في وزارة المالية المصرية يعلنون أن مصر تشهد أعلى نسبة نمو 5.6% وهو الأعلى منذ عشر سنوات تراجع الدين انخفاض البطالة إلى 7.5% كما جاء فيما أعلنه المسؤولون في المالية وكان هذا في يونيو طبعا بالتالي كيف تنظرون إلى هذه الأرقام واقعية هذه الأرقام والنسب المعلنة؟ هل ترونها واقعية؟ نعم بداية هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن مثل هذه الأرقام سواء فيما يتعلق بالفائض الأولي أو أرقام الدين أو أرقام العجز وكانت أكثر من مرة تحدثت الحكومة في هذا الأمر لكن خلينا نلقي نظرة سريعة على طبيعة هذه الأرقام من واقع الموازنة العامة للدولة نفسها ومن واقع الأرقام الرسمية وليست التقديرات الحكومة بتقول أنها عندها فائض أولي 2% وده لأول مرة من عشر سنوات وفي تصرحات سابقة قالت لأول مرة من خمساشر سنة بصرف النظر عن عدد السنوات لكن خلينا نتكلم إيه هو الفائض الأولي ده وإزاي جه وهل هو حقيقي بجد ولا فائض وهمي الحقيقة أن الفائض بيجي من لما يكون عندك الإرادات أكبر من المصرفات يعني لما يكون الدخل بتاعك أكبر من المصاريف بتاعتك ده بيتحقق الفائض من هنا طيب هل هذا حدث في الموازنة العامة للدولة الكلام ده مبدئيا مش صحيح ليه؟ لأنه هو بيتحدث بيتكلم عن فائض أولي وليس فائض كلي يعني الفرق بين الفائض الأولي والفائض الكلي هو بيعمل إيه؟ بييجي يقولك أنا الفائض الأولي ده هو عبارة عن إطرح المصرفات من الإرادات يعني طرح الإرادات من المصرفات هيحقالك الفائض اخصم منه خدمة الدين أو فائض الدين هيطلع لك حاجة اسمها فائض أولي طيب في نهاية السنة ضيف لها خدمة الدين هيبقى فيه حاجة اسمها عجز كلي وبالتالي يعني باختصار شديد عشان نبسطها للمشاهد لو أنت عندك ألفين جنيه مرتبك ألفين جنيه وأكلك وشربك ألف وتسعمائة جنيه أنت مبدئيا أول ما بتقبض المرتب وبتحسب على مسألة الأكل والشرب اللي هي مصاريفك بتقول أنا عندي هدفع ألف وتسعمائة جنيه أكل وشرب هيتفضل معايا ميت جنيه تمام؟ مبدئيا ده بيسمي الفائض الأول لأنت ميت جنيه طيب أنت لسه عندك قصات عربية ولسه عندك جمعية داخل فيها ولسه عندك إيجار شقة ولسه عندك فوائد هتتفحل للبنك أو كروض طب كل الكلام ده إيه؟ لا مش دلوقتي المهم بس أشعر بنشوة اللي أنا عندي فائض في المرتب 100 جنيه مش مهم إيه؟ اخصم الأقصات دلوقتي من فكرة الفوائد هو الحكومة المصرية بتعمل كده بالظبط بتتفاخر بشيء أولي وتروج ما يسمى بالفائض الوهمي للمصريين النتيجة لأنها تخصم أو تستبعد أرقام خدمة وفائد الدين من هذا الفائض أو من العجز الكل فتمتيك أنه طبيعي أن يتحقق فائض أنت عندك إرادات العجز في الموازن العام للدولة هو مقوم بالدين وليس بالإنفاق يعني أنت في الموازن العام للدولة وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي أنت عملته لغيت الدعم وزودت الضرائب وبالتالي وفقا لهذا الأمر وزودت الرسوم وزودت الخدمات على المواطنين واكترطت هم دول الحاجات الإرادات اللي أنت جبت بهم ووفرت عندك بعض الإرادات اللي أنت بتقول عليها فائض أولي طيب لما تضيف لهم خدمة الدين العام خدمة الدين العام اللي أصبحت دلوقتي 80% أو أكثر من 80% من الضرائب يعني أنت بتجيب ضرائب 770 مليار جنيه في الموازن العام للدولة عشان تاخد منهم 560 مليار جنيه تتفهم لخدمة وفايد الدين يعني باختصار شديد الدولة عبارة عن محاصل ديون بتجمع خدمة وفايد الدين من جيب المواطن وتديه للدينين نعم على ذكر الدين يعني حتى هذه يعني هناك نقطة أريد أن أخذ رأيك فيها أيضا البنك المركزي المصري يعني يقول أنه باع عطاء لأذون خزانة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار و 560 مليون دولار وذلك لسداد عطاء أذون آخر بنسبة مليون بقيمة مليار و 703 مليون دولار يعني بالتالي الحديث المسؤولون الذين أعلنوه في وزارة المالية عن تراجع نسبة الدين يعني كيف يستقيم موضوع تراجع نسبة الدين مع هذه الأذونات التي تطرح مرة لتزديد دين ومرة تطرح لتزديد دين آخر هل من توضيع؟ نعم هي نقطة مهمة وسأل جوهري فيما يتعلق بإحنا أمام أمام تلاعب بالأرقام فيما يتعلق بالحديث عن الموازنة العامة ومعشرات الأقصاد المصري حضرتك هو لما بيجيب الدين لما بيقترض هو الدين بيدخل الدين ده ضمن النتج المحلي فبيزيد الرقم نسبة الدين للنتج المحلي بيرتفع النتج المحلي فبتقل نسبة الدين للنتج المحلي لكن الرقم بيزيد يعني رقم الدين نفسه الرقم المطلق للدين نفسه بيزيد وخدمة فوائد الدين بتزيد وبالتالي لما بتجيب الأرقام هو الناتج المحلي عبارة عن كل الأنشطة الاقتصادية اللي بتتم في الدولة سواء أنشطة بتدخل ضمن الأنشطة الانتاجية أو الأنشطة الخدمية أو السسمار أجنبي أو 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 كل ما يدور فيه ده يدخل في إطار الناتج المحلي فبالتالي لما يدخل الدين يضاف للناتج المحلي بيرفع قيمة الناتج المحلي وبيقلل نسبته من نسبة الدين للناتج المحلي لكن بيظل رقم الدين كبير أو خدمة الدين بتكبر وفوائد الدين بيكبر أكتر وأكتر وبالتالي بتتفاقم الكارثة هو بيجي يستبعد هذه الأرقام ويتحدث عن الأرقام البعيدة أو بعد استبعاد الموزنة ويقولك أنا أصبح عندي فائد أولي وبيتكلم عن العجز اللي هو قائم الآن على الدين بيقولك أنا أصبح عندي تراجع في العجز هذا التراجع كان نتيجة لإرادات يعني صندوق النادي الدولي بيتكلم عن أن رفع نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية هي قطاعات السياحة وقطاع العقارات والبناء وهذه القطاعات عبارة عن قطاعات غير مستدامة توصف الاقتصادين هنا قطاعات غير مستدامة أو ريعية إضافة للتحولات المصريين في الخارج وبالتالي قد تتضرر هذه القطاعات في العام القادم يعني زي 2018 إرادات السياحة ارتفع كتير تحولات المصريين ارتفعت ولكن في 2019 بدأ المصريين ينخفض هذه تسمى قطاعات غير مستدامة كما قلت كثير من الأرقام أعلنتها الحكومة وكثير من الأرقام الآن ناقشناها الآن المواطن المصري يسأل سؤال بسيط وهو لماذا لا ينعكس هذا النمو عليه بشكل مباشر إيجابيا ويشعر بتحسن الوضع الاقتصادي نعم لأن النمو دائما يعتمد على الأرقام ولا يعتمد على الإنتاج هناك فرق بين معدل النمو وبين الإنتاج أو معدل الإنتاجية الحكومة المصرية دائما تتحدث عن معدل النمو فهي عبارة عن أرقام ارفع الدعم زود الدرائب اتكلم عن فائد أولي وبالتالي بتتحدث عن أرقام لكن تعالى على الإنتاج في تشغيل مصانع المغلقة تجد الحكومة تغض الطرف عن هذا الأمر في فرص عمل تجد الأرقام الرسمية والتقارير الرسمية لمصر تتحدث عن أن هناك انكماش اقتصادي انكماش في الكطاع الخاص غير النفطي للشهر الثالث على التوالي وبالتالي معنى انكماش في الكطاع الخاص غير النفطي معنى ذلك أن هناك تراجع في فرص العمل يقابله تناقض في أن الحكومة تتحدث عن زيادة البطالة كيف لديك تقرير يتحدث عن انكماش في الكطاع الخاص غير النفطي وتقرير آخر يتحدث عن تراجع نسبة أو معدلات البطالة نفس الأمر فيما يتعلق بالمواطن المصري المواطن المصري يجد نفسه أمام دفع فطورة هذه الإصلاحات التي يتحدثون عنها المواطن المصري دفع فطورة إلغاء الدعم وفطورة زيادة الضرائب وفطورة رفع الرسوم والخدمات التي تقدمها المواطن للدولة وفطورة إلغاء أو تخفيف أو تقليل أو ترشيد النفقات في قطاع الصحة والتعليم والخدمات العامة للدولة ومع ذلك يدفع أيضا يعني هو المواطن يتألم بتحمل تمن القرارات الخطأ التي تتخذها الحكومة وفي نفس الوقت يدفع أيضا من جيبه للضرائب لتدفع الحكومة أكثر من 80% من الضرائب التي تحصلها من جيوب المواطن المصري لخدمة وفاة الدين اللي بيجيبها عشان يسدد الديون اللي عليه يعني هو بيكترض لكي يسدد ما عليه من ديون وفي نفس الوقت أصبح لما بيتزنق أو بيتضغط بيرحل الديون لأجال مسبقة نحن نتكلم دلوقتي عن مصر بتتكلم عن أجال 40 سنة و 35 سنة يعني هو بيرحل سداد الديون لـ 2050 و 2055 و 2060 هذا ترحيل للمشكلة وتفاقم كبير لعملية العجز المستدامة بي سيد إبراهيمي أنت تنفي أن معدل البطالة انخفض إلى 7.5% يعني أنت غير مقتنع بهذه النسبة هناك تناقض في التقرير الرسمية نفسها أنا لا أتحدث عن قناعات الشخصية أنا أتحدث عن قراءة في التقارير والبيانات الرسمية للدولة وليس تقديرات للخبراء تقرير يتحدث عن ارتفاع نسبة أو انخفض نسبة البطالة وتقرير آخر يتحدث عن انكماش في القطاع الخاص وتراجع الوظائف في القطاع الخاص وتقرير البنك الدولي يتحدث على أن هناك تراجع أو زيادة نسبة البطالة في قطاع الشباب هناك نحن أمام تلاعب بالأرقام تجيده الحكومة المصرية بشكل مستدام وبالتالي قدام بيانات رسمية متناقضة البيانات الرسمية متقنية ليست في البطالة فقط بل في البطالة وفي معدلات النمو وفي أيضا كذلك التضخم تجد أن معدلات التضخم التي تعلن في بيانات البنك المركزي تتناقض أو تختلف تقل أو تزيد عن معدلات التضخم التي تعلن عبر مركز الإحصى وبالتالي ليه كل واحد له حساباته فإحنا ما فيش معيار الحكومة بتبني حساباته عليها عشان كده هو بيطلع يتفاخر أو يتباهى بإنجازات مؤقتة أو يجي آخر السنة هو بيقول لك أنا بستهدف عجز 5.8% بستهدم نمو 5.8% وبستهدف عجز 8.5% هل هذا يتحقق؟ هل هذا يروجه على أنه واقع بالفعل؟ هل هذا يتحقق في نهاية العام؟ نحن أمام فريقين لفهم هذا الأمر فريق يرى أن هذا الأصل أن يكون ذلك لحساب السنة المالية العامة يعني البعض بيبرر أن الحكومة تعلن أن عندها فقد أولي بيقول لك صح أنا بستبعد خدمة الدين لأن الدين ده عبارة عن تراكم لسنوات كثيرة فلما استبعد خدمة الدين أنا بستبعدها عشان أحسب مصرفات وراداتي خلال السنة الحالية والفريق الآخر بيعتبرها ده تلاعب وتضليل واستخفاف بعقول الشعب المصري لأن الواقع دائما يكون مغير الوضع الاقتصادي الرقمي عند الحكومة مبشر ومتميز ومتحسن دائما والواقع الاجتماعي متدهور والوضع المعيشي متردي دائما أشكرك سيد إبراهيم الطاهر الباحث الاقتصادي كنت معنا من اسطنبول